بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني المتوسط في هذا الدرس طبعا هذه صفحة أربعة ثلاثين شرحتها بدرسيا يعني راح يصير شرحها بدرسيا أنا قسمتها بدرسيا ليش أستاذ أنتحت وعلى موضوع يوستو شرحت تشرح من فصل وحدة وإن شاء الله اليوم راح يكون شرح وترجمت بالتفصيل هذه شون نقول هذه الصفحة لو تلاحف عزيز الطالبي unit 3 الوحدة الثالثة من الدرس السابع يعني lesson 7 الدرس السابع من الوحدة الثالثة عليها تمارين بالاتبت بوك صفحة 52 و 53 عزيزي الطالب طبعا هاي صفحتنا تحت عنوان changes استوعي شنو changes التغيرات التي تطرأ على الفرد يعني التغيرات اللي صارت على الشخص بين الماضي والحاضر يعني قارن قبل شنو الشغلات اللي بالك مثلا انت شنت ضعيف وهسا سمنت انت شنت ما حب الانجليزي وهسا قمت احب الانجليزي انت شنت ااخد درجات ناصية وهسا درجات مثلا عالية فهاي تشينجز التغيرات باستخدام اليوستو اللي شرحت لك يا عزيزي الطالب ويوستو مهمة جدا جدا لازم تشوف درسها نجي نقرأ هنا سعد داز جيدو سعد يمارس او يلعب لعبة جودو المحرر اللي هو المحرر المحرر اللي موجود بمن مجلة المدرسية اللي بيها منه سعد اسكتهم طلبة منه ترايت ان يكتب باريغراف مقطوعا شائية عنه عن منه عن لعبة جيدو ستادي ادرس هاو سعد بلاند هز باريغراف ادرس كيف سعد خطط للباريغراف الانشاء اللي طلبة من عنده الاديتر المحرر طبعا هنانا عزيزي الطالب لو تلاحظ هذا رح يعلمك كتابة الانشاء لو تلاحظ هنا اول بداية شي يقلك يقلك فورست اول شي هي ميد هو صاغة صنع سام نوتز بعض الملاحظات مثلا يقول يوم ليام دو جيدو لعبت الجودو فور ماي كونتري لقطري يعني يوم ليام انا راح ألعب الجودو المن لبلدي فون لي يوم ليام يوما تقدر تترجمها تقول يوما دو جيدو لعب الجودو فور لي ماي كونتري لقطري هاي واحدة من الملاحظات الملاحظة الثانية لا أصدقاء يعني ما كان عنده أصدقاء لكن ناو لدي الكثير ولو تلاحظ 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 عزيز الطالب الملاحظات بدون فاعل يعني بس تشيطي أفكار لاحظ هنا لم أحب المنافسات لكن ناو لاب ديم أحب هن وبعد أكره الخسارة ووز شاي كنت خجولا ناو كونفيدنت والآن واثق من نفسي ووز ويك كنت ضعيفا أنفت غير رشيقا يعني ما عندي لياقة ناو سترونغ قوي سكول ويك أعمال المدرسة ووز باد كنت بيها شينت بيها شينت بيها سيئ أعمال المدرسة يعني أعمال المدرسية الواجب بيتي والآخرية ناو الآن قود آت والآن هس آن شبه جيد كتب ملاحظات بسيطات رؤوس أقلام إحنا نصيح لهم ثم شوفوا سوا هو وضع من هو سعد هو وضع his notes ملاحظات in order في الترتيب and added وأضاف some words بعض الكلمات لو تلاحظ خلها من الترتيب من الأول من الثانية من الثالثة وبدأ لو تلاحظ الجملة يصبحوا لها topic sentence الجملة الأساسية لو تلاحظ هنا يقول doing جيدا ممارسة لعبة الجودو has a change قد غيرت my personality حياتي أو شخصيتي سوري personality معناها شخصيتي and my life وحياتي من هي لعبة الجيدو لاحظ كلمة personality الشخصية يعني شنو نوعيتك إنه من بشر was shy كنت خجولا no confident والآن واثق من روح good for health لعبة الجيدو جيدة للصحة was weak كنت ضعيفا and unfit وغير رشيقا غير أنيق غير رشيقا يعني ما عندي لياقة now الآن strong أقوى وفتر اللي هو فتر شنو أكثر أشاقة good for school work for school work جيد في الأعمال المدرسية الواجب البيت والامتعانات والآخر chin it was bad كنت سيئا now الآن good at it الآن جيد فيها فيها شنو الأعمال المدرسية اللي هو الواجب البيت والآخر قبل no friends ما عندي أصدقاء no والآن have لدي lots كثير like زينستاش وذني شبهن هذا نقي بس ضافل المفردات ورتب بعد like competitions أحب المنافسة وبعد hate losing وأكره الخسارة one day يوم لليام do جيدو أمارس لعبة جودو for my country لقطري لبلدي فلاحظ هنا سوى لهم ضافلين كلمات والسوى ورتبهم من الأول المن للسادس يعني من واحد للستة بعد شي يقول يقول read أقرأ ساعد article بعد ما كملين أنه كتب الباريغراف المقالة اللي طلبها المحرر من عنده what did ماذا هو what did he ماذا هو write كتب that was not in notes لم يكن شوف هاي لم يكن في ملاحظات يعني شون استاذ شون الأشياء اللي هساعم المقالة مات شون الأشياء اللي ذكرها بالمقالة وهو ما كاتبها بالملاحظات على راح نبدأ آنياك وأطلع لك يان وحدة وحدة شون استاذ هسا شون ما أفتهمت أبوي هو مكتب ملاحظات فوق أي شون الكلمات اللي كتبين هنا وما كتبين فوق هاي خليها بالك نجي I used to be shy أنا اعتدت أن أكون خجولا أنا اعتدت هاي used معناها اعتاد على وبي أكون ش أكون شاي خجولا باي من الكاتب سعد صالح اللي year 8 عمر 8 يقول I started أنا بدأت doing جيدو لعب أو ممارسة لعب الجودو 2 years ago لمدة عامين لمدة سنتين وقبل شوية بالملاحظات ما قال لنا إش وقت هو ممارس وإش وقت لعب إذن هاي الملاحظة جديدة ما ذاكر هفو and it has وإنها قد changed غيرت my personality شخصيتي and my life وحياتي إذن كان الموجودات I used to be أنا أعتدت أن أكون I أنا used to be أعتدت أن أكون شنو very shy خجولا جدا كلمة shy خجول وvery جدا but لكن جيدو لعبة الجودو has given me قد أعطت ني confidence الثقة شطت ني confidence الثقة جيدو لعبة الجودو has also being good وكذلك هي شنو كذلك قد تكون جيد for my health للصحة I used to be أنا أعتدت أن أكون very unhealthy غير صحيا and unfit وكذلك شنو unfit غير رشيقا بعد I could not run very fast أنا لم شوف I أنا لم أستطع أن أركض بسرعة كبيرة أو very fast سريعا جدا طبعا هنا هذه ما ذكرها أيضا بعد and I was وأنا كنت أفن إل وأنا كنت غالبا مريضا وهي أيضا شبي ما ذكرها عزيزي الطالب now الآن I am I am much stronger الآن أنا أكثر قوة بعد unfit وأكثر شنو رشاقة لياقة I also أنا كذلك used to be lazy أنا كذلك اعتدت أن أكون كسولا وهي أيضا ما ذكرها but now لكن الآن I train أنا أتدرب every day كل يوم وهي أيضا شبي ما ذكرها عزيزي الطالب and I enjoy it وأنا أستمتع بها بعد my teachers say my teachers say مدرسيني قالوا that بأن my school work أعمالي المدرسية is better now هي أفضل الآن I used to be bad at it أنا اعتدت أن أكون سي فيها but معناها لكن now الآن I get أنا أحصل good marks علامات أو درجات جيدة all the time في كل مرة أو طوال الوقت أو دائما تيجي all the time كل الوقت before I started doing friends I used to have no friends أعتدت أن يكون لدي لا أصدقاء يعني ما عند أصدقاء أعتدت أن يكون لدي لا أصدقاء لدي شوف ها كلمة friends أصدقاء no معناها لا have معناها لدي ويست اعتدت لاحظ I don't know why أنا لم أعرف لماذا ليش ما عند أصدقاء ما عند أصدقاء now الآن I have lots الآن أنا لدي الكثير بعد لو تلاحظ I also أنا كذلك used to اعتدت أوكي اعتدت شنو؟ بي أن أكون afraid of أن أكون خائفا من competition المنافسات and exams والامتحانات طبعا هو كان خائف من المنافسات هاي ذكرها لكن الامتحانات ما ذكرها لذلك be afraid of exams هاي ما ذكرها now الآن I really enjoy أنا الآن أنا حقا أستمتع competing منافسة against ضد other people other people يعني الناس الآخرين and I hate وأنا أكره losing الخسارة one day يوم لأيام I hope أنا أأمل to do jodo أن ألعب لعبة jodo for Iraq لمنتخبنا أو المنتخب العراقي هذا بالنسبة اللي هنحليت لك يعني بهاي الطريقة عزيزي الطالب وقرأت وترجمة راح نجي لنا يقول find words طبعا هذا موجود بالكراسة حليته وراح حله هنا أيضا لأن هذا مهمات كلش كلش شي يقول يقول find words جد كلمات ذات من التي تعني the following الآتي من هو الآتي لو تلاحظ what kind of person you are ما نوعية شخصيتك يعني أنت أنت شف أنت كشخص ما نوعك يعني يحكي عليها من على شخصيتك إذن هنا راح نكتب راح نكتب له طبعا كلش نجي لمن نجي للثانية the opposite معاكس other shyness معاكس كلمة shyness اللي هو هنا الحياة أو الخجل لاحظ عزي الطالب هنا confidence confident أو confidence يعني confidence مثل هاي عم الصير حبيبي confident حال صح و confidence أيضا صح practice تجي بمعنى يمارس يتدرب تشبه يا كلمة تشبه كلمة train practice train ولاحظ هنا train يتدرب كل يوم وين I train وين practice أيضا يتدرب إذن ذنين كلمتين يشابه ذنين كلمتين مرادفات هاي وهايا معاكسات هاي وهايا مرادفات ساعة شين مرادفات يعني هاي practice يتدرب يتمرن وهايا أيضا يتدرب يتمرن ساعة شين معاكسات يعني معاكسات ها هنا خجل وين confident الواثق من نفسه نضحة فكرة نجي المن نجي هاي هذا المربع اللي شرحته بالدرس السابق اسمه talking about changes للحديث عن التغيرات التي تطرأ على حياة الفرد ولو تلاحظ I used to be shy أنا اعتدت أن أكون خجولا but now لكن الآن I am confident أنا واثق من نفسي كل ثقة بعد I used to have أنا اعتدت أن يكون لدي no friends لا أصدقاء يعني ما عند أصدقاء but now لكن الآن I have lots أنا لدي الكثير وشوف كل تغيير قبل ما عند أصدقاء أسعد أصدقاء قبل تشين خجول هس أنا واثق من نفسي نجي المن talk about things الحديث عن الأشياء you used to do أن اعتدت أن تفعلها but لكن don't do anymore لكن لم تعد شوف هاي anymore I don't لم anymore لم تعد do تفعلها يعني التغيرات اللي حصلت عندك هذا عزي الطالب الأريد من عندك تحلي هذا وتخلي لي بالتعليقات زي الأستاذ شون حل أنا ما فهم موضوع لذلك إذا إنت فاهم used to تجاوب علي ما فاهم ما فاهم موضوع used to لازم شوف لذلك أنا خليت حتى أقل لك موضوع اليسدو كل شما لحد لنا إنت درسي انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر